قانونية تحكيمية أثرتها هذه المباراة حدثني أكثر لماذا انتهت قبل عوانها؟ نعم نجم المباراة هو الحكم جاني سيكازوي وهو حكم زامبي كان حكم هذه المباراة في دقيقة 85 قام بتصفير صفرة النهاية وعلى نهاية المباراة وسبب غضب عارم لدكة الاحتياط في تونس لأنه لماذا تنتهي المباراة في دقيقة 85؟ عندما علم الحكم أنه أخطاء قام بزيارة 5 دقائق فقط وعند دقيقة 89 قام بصفرة النهاية مرة أخرى بدون أن يلجأ إلى الوقت الإضافي التحكيمي وقانونيا كرة القدم تلعب لمدة 90 دقيقة لذلك ممكن أن نقول أن قال المنتخب التونسي وهبي الخرزي تحدث بعد المباراة وقال بأن المنتخب التونسي يعترض على هذه النتيجة خاصة أن الحكم حتى لو كان للنهاية المباراة بقي دقيقة واحدة لا يمكن الحكم أن يقوم بإنهاء المباراة بهذا الشكل هذه الحادثة لم تحدث أبدا في تاريخ كرة القدم أنسام حاولنا قبل الدخول إلى استوديو لنفحص إذا كان فعلا تمت قضية كثيرة لم تكن لأول مرة ولا مرة في مصابقة رسمية هل يمكن قانوني يعادل النظر في النتائج؟ نعم القانون يقول حسب الفيفا بأنه يجب إعالة المباراة لذلك المنتخب التونسي يعول على هذا الموضوع نحن بانتظار ما ستقوم تقرره الكاف وهي الاتحاد الإفريقي والفيفا لكن على ما يبدو بأن النجم هو كان الحكم الزامبي الذي لحد الآن لا أحد يفهم المبرر الذي يجعل الحكم في دقيقة 85 خمس دقائق قبل نهاية الوقت القانوني بإلقاء صافرة النهاية خمس دقائق كثيرة على مجال الخطأ نعود أيضا للمباراة نفسها تونس لعبت جيد في مرمى المباراة حاولت أن تصل إلى المرمى لتحرزها في التعدل لكن خيبة أمل كما ذكرتي وشدتي في المعسكر التونسي خاصة وأن المنتخبات العربية بالذات مصر تونس المجائر كانت أيضا هي مرشحة أن تفوز أو تصل إلى المربع الذهبي خاصة أنها تملك لعبين يملكون خبرة احتراف في أوروبا يلعبون في الصف الأول في أوروبا المغرب هو الفريق الوحيد الذي انتصر في المباراة الأولى ولكن يجب أن ساما لا نستبق الأمور ونعقول إنها فقط المباراة الأولى ولكن هي يعني ممكن أن تكون دفعة ضغط أو دفعة على الموضوع الآخر أعتقد أن تونس أيضا تنضم إلى قافلة الجزائر ومصر ومصر هي الأكبر خاصة أن المدرب كيروش ضغط كبير من الصحافة المصرية التي طالبه باللقب وأعتذر حضورك هنا أعاق حضورك لحدث يهمك وهو الكلاسيكو ألا يزال الكلاسيكو اليوم يحصد هذا الانتباه العالمي بعد مغادرة نجميه يونيل ميسي ونجم ريال مدريد كريسيانو رونالدو بالبداية سأعلق على ما قلته بالأول بعد ثمان دقائق من الآن ستنطلق صافرة الكلاسيكو الثاني هذا الموسم وبالتأكيد كما ذكرت الكلاسيكو هو كلاسيكو أعتقد أنسان بأن نحن كمشجعون بالتأكيد كريسيانو رونالدو وميسي هم نجوم مقدموا حقبة كبيرة من الزمن وكانت تنافس رائع بين أولئي اللاعبين على فترة زمنية وأعتقد أن أجيال خلقت لكي وأصبح تشجع الفرق بسبب ميسي ورونالدو إذا كان في معسكر المدريدي ومعسكر البرشلوني ولكن أعتقد أن الكلاسيكو له قوانينه الخاصة وأعتقد حتى لو كان الكلاسيكو بدون هؤلاء النجوم يبقى أهم ومميز وهو مميز هذه المرة كونه أول مرة بحضور المدرب شافي شافي الذي هو نجم صابخ في نادي برشلونة ولاعب جدا وكان دايما يتألق لاعب في الكلاسيكو يعود ليحاول ينقذ برشلونة الهاوي يقدم مستوى رائع مع ريال مدريد ريال مدريد اليوم في صدارة الدور الإسباني برشلونة بحاجة ما سأكبر من ريال مدريد الفوز بهذا اللقب السوبر الإسباني المقام في الرياض في السعودية يجب أن نذكر بأن أربع فرق هي أتلاتكو مدريد أتلاتكو بالباو ريال مدريد وبرشلونة ستلعف مربع ذهبي وما التي ستتأهل إلى النهائي ستأخذ اللقب كأس السوبر الإسباني شكرا جزيلا لك وسام كمها زميل الصحفي في آي 24 نيوز على كل هذه التوضيحات